تلقى صاحب السمو الملاكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية من الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان أهل خليفة رئيس الحرس الوطني وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني وأعرب سمو رئيس الحرس الوطني باسمه وباسم جميع منتسبي الحرس الوطني عن أسماء آيات التهاني والتبركات بهذه المناسبة الوطنية مشيرا إلى أن ميثاق العمل الوطني حظي بإجماع أبناء مملكة البحرين ليكون نبراسا لمسيرة واعدة من التقدم والازدهار سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والعفية وعلى مملكة البحرين وأبنائها بالمزيد من التقدم والرفعة والنماء تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه